تعالوا نروح للقصة اللي أنا أقول لكم النهاردة عليها المنظومة عندنا عاملة إزاي؟ منظومة الكورة عاملة إزاي؟ هي الحكاية حكاية اتحاد ومدرب وخلاص؟ ولا في كذا حكاية؟ تعالوا نبدأ مع بعض اتحاد الكورة نبدأ بالتحاد الكورة طبعا خليكم معي بقى ونمشوا واحدة واحدة اتحاد الكورة يتم اختيار اتحاد الكورة عن طريق جمعية عمومية من أندية ربما تدار من بعض الهواء الذين قد لا يملكون خبرة ومهارة الاختيار من الأساس هناك أسماء تدير الكورة المصرية ويعاد انتخابها في دورات متكررة رغم أن سيرتها الذاتية السابقة خالية من النجاحات لمجرد وجود علاقات جيدة مع أعضاء الجمعية العمومية تلاتة وجود لعبين كورة في إدارة الكورة المصرية ضروري وحتمي مع شخصيات تملك مهارات الإدارة المهم أن هؤلاء اللاعبين يكون لديهم أيضا إمكانيات الإدارة نروح للمسابقة نفسها الدولي نفسه زيادة عدد الأندية في الدولي الممتاز يضعف المسابقة ويضعف مبارياتها ويقلل من المنافسة سواء على الصدارة أو الهبوط زيادة عدد الأندية مع قلة المواقع في الكورة المصرية يضعف معظم الفرق عدم انتظام المسابقة يضعف كل الفرق ويقالل من المستوى اللاعبين وملياقتهم البدنية ويقتل أي تقطيط ممكن لأي فريق للموسم دي المسابقة الملعب الملعب هو أهم عنصر من عناصر اللعبة وتغيب في أحيان كثيرة أعمال الصيانة في معظم الملعب فيتأثر اللاعبين مهاريا على مستوى سرعة الأداء بأرضية الملعب يغيب عن الملعب وسائل الترفيه مثل ما يحدث في ملعب عالمية فيكون الملعب نزهة للجماهير وليس مجرد مكان لمشاهدة المباريات فقط عشان نضمن حضور الجماهير للملعب عشان دلوقتي الجماهير ما بقتش تروح حتى مع وجود عدد مسموح ليهم الجماهير مع غياب الجماهير لعدد من السواءات عن الملعب أصبحت الجماهير تفضل تشجيع وهتفات وسائل التواصل الاجتماعي رغم وجود تسهيلات الآن في حضور الجماهير إلا أن الأندية لا تبيع كل تذكرة في معظم المباراة التشجيع القوي في معظم أندية ومنتخبات القرى يكون تشجيع لفريقه حتى يرهب بالمنافسين وليس هتفات ضد الفرق المنافسة ما شفنا في المغرب في الفترة الأخيرة الوداد تشجيع قوي جدا لفريقهم يعني كان تشجيع محترم جدا أنصر آخر من المنظومة هو التحكيم تشتكي معظم الأندية من الأخطاء التحكمية أحيانا دون حق وفي أحيان كثيرة يكون معهم كل الحق ومثل اللاعبين والمدربين فالحكام المصريين غير مطلوبين في البطولات الكبرى والدليل عدم وجود حكام ساحة مصريين في كأس العالم 2022 وعدد لا ليس بالقليل من الحكام لديهم عدم دراية بالأمور الفنية التحكمية والطورة والدليل اختلاف الكهارات من الحكام على نفس الحال المدربين أيضا جزء كبير من المنظومة المدرب المصري أصبح مثله مثل اللاعب المصري هناك نضرة في المواهب بالنسبة للمدربين ومثل اللاعب المصري غير المطلوب خارجيا أصبح المدرب المصري غير مطلوب أفريقيا وعربيا عكس الماضي لا يحصل المدرب المصري على كل الدورات الفنية المطلوبة ويعتمد أكثر على نجوميته كلاعب أو سمعته الفنية كمدر طيب أصعار اللاعبين هناك مغالاة واضحة في سوق اللاعبين المصريين على مدار المواسم الأخيرة وأصبحت كيمة اللاعب بسعره وليس بأداءه الفني هناك علاقة عكسية واضحة بين مستوى اللاعب المصري وسعره في الوقت الحالي لا توجد معايير تحكم الأندية في شراء اللاعبين رغم كل الخسائر التي تتكبدها كل الأندية من نشاط كرة القدم كل الأندية كل الأندية بتخسر من الكرة لسه مع أصائر اللاعبين لا يوجد محاسبة للأندية التي تشتغل لعبين بالملايين دون تكسب عائدا من هؤلاء اللاعبين تعرفين في أوروبا النادي لازم عشان يشتري لاعب يكون بيكسب منه أو يعني كنادي كفريق كرة بيكسب يعني عشان تدفع فلوس كتير حين ندفع فلوس كتير وما منكسبش كل الأندية طيب الأجانب بقى عندنا في الدورة المصري حدس بقى ولا حرج لكل فريق في الدورة المصري خمس محترفين وهناك اقتراح لتقليل عدد المحترفين في كل فريق إلى ثلاث لعبين لا يتعلق في الدورة المصري سوى ستة أو سبع لعبين أجانب بحد أقصى من أصل تسعة وتمانين محترف أجنبي ينهر بيض لا يتم اختيار الأجانب في الدورة طبقا لمعايير محددة مثل ما يحدث في الدوريات الكبيرة باشتراطات عدد مشاركات دولية على سبيل المسائلات تكون انت عارف ان هو لعب مطشدة ولها عشان تقول ان ده لعب كبير يفيد الدورة المصري تختار الأندية لعبيها الأجانب طبقا لمشاهدات فيديو وليس طبقا لمعايير فنية وإحصائية لمستوى اللعبين يعني موضوع الفيديو ده خلص من زمان يعني عشان انا ممكن اعمل فيديو ليا وانا لعيب كرة جامد وفي الاخر اطلع ضايا فانت عندك ارقام واحصيات على مدار سنوات متراكمة انت كويس ولا مش كويس عشان ما نتخذيها الشيان الناشئون تعاني الكرة المصرية منذ سنوات من غياب المواهب في قطاع الناشئين يتم تعيين غير المؤهلين لقطاع الناشئين في الأندية المختلفة ما بين لعبين معتزلين مؤخرا كنوع من التكريم يعني او اسماء تحتاج لمجرد وظيفة يتم اختيار اللاعبين في قطاع الناشئين بناء على بعض المجاملات احيانا او بناء على عدم خبرة خبرة الذي يختار فيكون الاختيار اللاعبين غير مناسبين رغم وجود عدد كبير الان من اكاديميات تابعة للاندية او اكاديميات خاصة الا انها لم تفرز اي مواهب للكرة المصرية ده بقى العنصر التيل في رأيي يعني المحترفون تملك الكرة المصرية عدد قليل جدا من المحترفين في الوقت الحالي حتى لو زاد العدد عن السنوات الماضية يتراوح عدد اللاعبين المحترفين الذين يتم استدعاوه من المنتخب مصر ما بين 4 الى 12 لاعب معسكرات المنتخب 12 ده حد اقصى يعني اخر قائمة للمنتخب في كاسورام الافريقية كان متواجد فيها 6 محترفين فقط لا تملك مصر سوى 3 لاعبين فقط يلعبون في الدوريات الخمس الكبرى في اوروبا الانجليزي الاسباني الايطالي الالماني الفرنسي هم محمد صلاح ومحمد النيني وعمر مرموش والباقي يعني بيلعبوا في فرق يعني شغالة يعني مش فرق كبيرة لا يوجد لعب مصري بارس في الدوريات الاروبية اي انه يلعب باستمرار وله تأثير مع فريقه سوى محمد صلاح في ليفربولين حتى التلاتة اللي فوق هو محدش مؤثر او اسم يعني غير محمد صلاح مع كامل الاحترام برضو الباقي اللاعبين اللي بيشرفونا في كل الاحوال اغلبية المحترفين المصريين في الخارج يخرجون بعد سن العشرين عكس ما يحدث في الدول الافريقية المجورة الذين يخرجون ما بين سن ستاشر الى تمنتاشر سنة دول الافريقية المجورة نسبقها في التاريخ الكرى وعادر بطلات تملك محترفين لحصر لهم مثل كودفور والجزائر والكامل والسنغال والمغرب ونيجيريا وغانا معظم هؤلاء المنتخبات يملكون محترفين في الدوريات الخامس الكبرى في السابق لم تكن هذه المنتخبات تملك هذا العدد في الدوريات الكبرى